لا اختراق ولا انهيار ولم يرحل أحد بهذه الكلمات تلخص مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا نتائج الجولة السابعة التي انتهت الجمعة وقدمها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات جينيف سبعة ديمستورا في ختام الجولة السابعة من محادثات جينيف قال إنه ينوي الدعوة إلى جولة ثامنة مطلع سبتمبر أيلول المقبل موضحا أنه طلب من كل الأطراف بما فيها النظام الاستعداد لمناقشة السلال الأربع الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب وعقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام إلا أن ديمستورا الذي يبدو أنه أشبه ما يمثل ديكورا سياسيا أو واجهة مزيفة تدعي الهرولة وراء الحل السياسي السوري أضاف أنه لم يجد أي مؤشر يدل على أن نظام الأسد مستعد لمناقشة تشكيل حكومة جديدة رئيس وفد نظام بشار الجعفري الذي يعمل هو ونظامه على قتل السوريين وعلى مفاوضات إضاعة الوقت قال إنه تم التطرق خلال المباحثات إلى موضوعين رئيسيين الأول يتعلق بمكافحة الإرهاب والثاني بمسائل تقنية دستورية إلا أنه نجح في عدم التوصل إلى أي اتفاق لعقد مفاوضات مباشرة مع المعارضة كما هي العادة رئيس وفد المعارضة نصر الحريري أكد في مؤتبرا صحفي عقب لقائه ديمستورا أنه لا يمكن الوصول إلى الاستقرار وعودة اللاجئين وإعادة بناء سوريا إلا بتحقيق الانتقال السياسي ووقف إطلاق نار شامل وإنهاء نظام الأسد الجولة السابعة من مفاوضات السلام السورية بجينيف انتهت دون حدوث أي تقارب في المواقف لكن ديمستورا الذي ينوي الدعوة لعقد جينيف ثمانية شدد على أن أفضل طريقة لمحاربة الإرهاب في سوريا هي الحل السياسي الحل السياسي الذي لا يبدو أن هناك أي مؤشرات على استعداد النظام السوري لبحثه وهو الحل السياسي المأزوم المتفق عليه وفقا للقرار 2254 الذي يعرقله نظام الأسد وداعموه وأطراف من المجتمع الدولي بوضع العصي في عجلاته من أجل تقسيم الأرض السورية ونهبها